قبل ملايين السنين خلق الله العالم الكواكب والنجوم والسماوات وخلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق الله الأرض لم تكن الأرض مثل ما هي عليه اليوم كانت البحار تغمرها والنيازك تضرب الأرض والبراكين تبرز من الجبال مشتعلة ترمي بحممها إلى أن هدأت الأرض واستقرت وبدأت مظاهر الحياة فيها من حيوانات ونباتات تهيأت الأرض لاستقبال أول إنسان أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة فقالوا سبحانك ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بعث الله الملك جبريل ليأتيه بتراب من أديم الأرض من المرتفعات والسهول ومن الأرض السفخة المالحة ومن الأرض الخصبة العذبة ومزه التربة بالماء وأصبح الطينا متماسكة فشكل منه ما يشبه هيئة الإنسان فتبخر الماء وأصبح الطين حجرا صلبا يابسا ثم نفخ الله من روحه في هذا الصلصال فدبت فيه الروح وأصبح بشرا سويا يتنفس ويدير نظره يمنة ويسرة أخذ يتأمل حاله وجاءت اللحظة الفارقة بين الحق والباطل إنها لحظة الاختبار الكبرى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أمر الله أن تسجد الملائكة لآدم أن تسجد لما خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه سجدت الملائكة جميعا فالملائكة لا تعرف شيئا سوى طاعة الله ولكن كان هناك مخلوق آخر لم يسجد كان إبليس وهو من الجن في عداد الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود إكراما لآدم عليه السلام وكان إبليس مخلوقا من النار شديد الطاعة لربه كثير العبادة له حتى استحق من الله أن يقربه إليه ويضعه في صف الملائكة ولكن إبليس عصى هذه المرة الأمر الإلهي بالسجود لآدم وشمخ بأنفه وتعزز بأصله قال الله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنا خير منه لقد خلقتني من النار أما آدم فمخلوق من الطين النار أفضل من الطين أسجد لمن خلقت طينة؟ قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ربي ربي إني لم أقصر في طاعتك وعبادتك أمهلني أمهلني يا رب أمهلني إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال الله عز وجل فلم يجعل له عليهم سلطان عصى إبليس الأمر الإلهي بالسجود لآدم وظل يلتمس الأعذار إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيه من السجود لآدم وما فتأ يتذرع بطاعته وعبادته لله تلك العبادة التي لم يعبد الله بمثلها ملك مقرب طرد الله إبليس المتكبر من حضرته طرده من رحمته فحقد إبليس على آدم حسده أولا ثم حقد عليه وأصبح شغله الشاغل كيف يقضي على آدم وكيف يضله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أرد الله تعالى أن يعلم الملائكة حكمة خلق آدم عليه السلام فسألهم عن أسماء بعض الأشياء فردت الملائكة بتنزيه الله وأنها لا تعلم شيئا وكان الله قد علم آدم الأسماء كلها فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم آدم فأدركوا حكمة الله سبحانه وأن هذا المخلوق الترابي قد استحق التكريم منهم بالسجود له وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون خلق الله آدم وحيدا لا يجد من يألفه ويشاركه أفراحه وأحزانه ولما نام آدم واستيقظ ونظر إلى جانبه فقال آدم من أنت لم تكون هنا قبل أن أنام فقالت حواء نعم فسأل آدم هل جئت خلال نومي فأجابته حواء نعم فقال آدم من أين جئتي قالت حواء جئت من نفسك وأنت نائم خلقني الله من ضلعك فسألها آدم ولماذا فعل ذلك فأجابت حواء لتسكن إلي فقال آدم الحمد لله كنت أشعر بالوحدة فقالت حواء سألتني الملائكة عن اسمي قبل أن أنام ولكن ما أدري ما أجيب فقال آدم سأسميك حواء لأنك خلقت مني وأنا إنسان حي ثم قال الله له أسكن أنت وزوجك الجنة ولكن الله حذره أن يقرم من هذه الشجرة أو أن يسمع كلام إبليس فيخدعه لأن إبليس يحسده وهو عدو له ولزوجه توعد إبليس لآدم أنه سينتقم منه هو وذريته بل إنه جاهر أمام رب العزة بهذا الوعيد وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم وسلاح إبليس هو الغواية والإغراء والوسوسة ووصف الحق تعالى كيد الشيطان بأنه ضعيف وقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا امرح يا آدم امرح وتمتع أنت وزوجك تمتع قبل أن تحرم منها إلى الأبد سأدعوهما ليأكل من تلك الشجرة وعندها وعندها ستشقى يا آدم ستشقى وسوف تطرد من الجنة أنت وزوجك هل لا؟ هل رأيتما أشجار الجنة كلها؟ يقول آدم نعم رأيناها جميعا وأكلنا من ثمارها أكلتم من ثمارها ما فائدة ذلك؟ ما فائدته وأنتما لم تأكل من شجرة الخلد إنها شجرة الملك الملك الدائم والحياة الأبدية وعندما تأكلان من ثمارها تصبحان ملكين في الجنة يقول آدم لقد نهانا ربنا عن الاقتراب منها لو لم تكن شجرة الخلود لما نهاكما عنها إنني أنصحكما أن تأكل منها عندها عندها سوف تصيران ملكين لن تموتا أبدا ستصبحان خالدين تنعمان في الجنة إلى الأبد قال آدم كيف أعصي ربي؟ لا لن أفعل فانصرف إبليس عنهما غير يائس فقد عزم على أمر ولا بد من إبرامه عزم على الانتقام من آدم ولكنه وجده لم ينسى بعد ميثاق ربه ولكي يحقق اللعين هدفه في إضلال بني البشر كان لابد أن يبدأ بأب البشر فيخرجه وزوجه من نعيم الجنة إلى شقاء الأرض ومكابدة الحياة فيها وجاءهما الشيطان للمرة الثانية بالمكر والخديعة والله إني لحزين ومهموم لأجلك يا آدم فإنك إذا ضللت على هذا الحال فستخرج مما أنت فيه إلى ما أكرهه لك نسي آدم تحذير الله عز وجل له من إبليس وعدوته وغره وتظاهر إبليس بالعطف عليه والحزن لأجله كما زعم فقال لإبليس وما الحيلة حتى لا أخرج مما أنا فيه من النعيم الحيلة الحيلة معك أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أشر إبليس إلى الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها وتابع قائلا ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين واطمأن آدم إلى إبليس اللعين مع أنه عدوه المبين ثم تذكر وقال أحقا ما تقول أقسم بالله إني لك يا آدم لمن الناصحين تأكل من الشجرة أنت وزوجك فتصير معا في الجنة إلى الأبد لم يظن آدم أن مخلوقا لله تعالى يحلف بالله كذبا ولذلك صدق إبليس وفي تلك اللحظة الرهيبة نسي آدم الميثاق الذي أخذه الله عليه فكر في نفسه أنه يستطيع أن يبقى ذاكرا لله وفي نفس الوقت يعيش حياة الخلود في تلك اللحظات المثيرة مد آدم وحواء يديهما واقتطفا من ثمار الشجرة وأكلا منها لقد فعلتها فعلتها خدعك إبليس يا آدم أيها المخلوق الترابي الضعيف أصبحنا جميعا عصاع خدعتك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نسي آدم ميثاق ربه ولم ينجح في أول اختبار له فكان ضحية لخداع إبليس أكل آدم من الشجرة المحرمة وكذلك فعلت حواء في تلك اللحظة حدث شيء عجيب تساقطت عنهما ثياب الجنة أصبح عريانين وبدت لهما سوآتهما وكانا يشعران بالخجل من نفسيهما فذهبا يصنعان ثوبا من أوراق شجر الجنة يستر ما بدى من سوآتهما شعرى بالندم والخوف والخجل لقد ارتكب المعصية ولم يسمع كلام الله وسمع كلام الشيطان الذي فر بعيدا وتركهما وحدهما بكى آدم بسبب خطيئته وبكت حواء ليتهما لم يسمع كلام الشيطان ثم قال وهما يركعان لله ندم نتوب إليك يا ربنا فاقبل توبتنا وتجاوز عن خطيئتنا وقد ورد في الحديث أنه لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك يا رب قال يا آدم خرج من جواري فبعزة لا يساكنني فيها من عصاني وبكى آدم لما سمع الأمر الإلهي بالخروج من الجنة وبكت الملائكة على هذا المخلوق التي سجدت له تكريما كان آدم قد تعلم من قبل أن المغفرة والتوبة والندم تغسل الخطايا لهذا تاب وأناب إلى الله قال الله تعالى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والمراد أي اهبطوا إلى الأرض اهبط أنتما وإبليس إلى الأرض ستستمر العداوة بينكما وبينه سوف يستمر في خداعه لكما ولكن من يتبع أمري ومن يتبع كلماتي فسأدخله جنة الخلد أما من يكذب ويكفر فسيكون مصيره مصير الشيطان فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون أبط آدم إلى الأرض غريبا مستوحشا المكان لا أحد على هذه الأرض غيره يسير على غير هدى هو وزوجه وهنا عرف آدم أن استمرار الحياة على الأرض لا بد له من وجود تناسل وخلق أنفس من أنفس أصبح آدم جاهزا لأن يكون خليفة في الأرض يعمرها ويسكنها ولا يفسد فيها لهذا سجدت له الملائكة تصورت الملائكة في بداية الأمر أن آدم سوف يفسد بالأرض ويسفك الدماء لكن آدم يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة ولا تعرف أن المخطئ يستطيع أن يصحح خطأه ويتوب من أجل هذا خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض الأرض امتحان للإنسان هل يعبد الله كما أمره؟ أم يتبع خطوات الشيطان؟ كان آدم يعمل ويشقى ومعه زوجته حتى لا يموت جوعا وهكذا مضت حياتهما بين العمل والعبادة أصبحت الأرض سكنا لآدم وبنيه من بعده إلى يوم الوقت المعلوم وتمضي الأيام تل والأيام كانت حواء ترد في البطن الواحد توأمين ولدا وبنتا وفي البطن الثاني توأمين كذلك ابنا وبنتا فيحل زواج ابن البطن الأولى من ابن البطن الثانية ولكن كان هناك من لم يقبل بتلك القسمة أمسكت بك يا إقليمة أفلت منك ثانية لن تلحق بيها هابيل ماذا تفعلان يونة؟ ألا تخافان خطر الضار والسباع؟ أخي قابيل مرحبا هيا لتشاركنا اللعب هابيل أين أنت؟ أبي يسأل عنك فلننصرف من هنا قبل أن يحل الظلام هيا سألحق بكما مع إقليمة بل ستذهب الآن معي ولا الشأن لك بإقليمة قلت هيا اهدأ يا قابيل ولا داعي لهذه الحدة سلنهدأ جميعا يا إخوة ولنصرف من هنا جميعا هيا وكان قابيل يؤذي أخاه دائما ويستغله فيجعله يحرث له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية فكان قابيل يقوم بالحرث والزراعة وهابيل يقوم بالرعي وكان آدم يتألم من ذلك ونصح ابنه قابيل فقال له كن طيبا يا قابيل مثل أخيك لا تكن شريرا إن الله لا يحب الأشرار ولكنه كان عنيدا ولا يستمع لنصائح أبيه وأصبح قابيل صيدا سهلا لحبائد الشيطان ووسوسته فأمثال قابيل هم من يبحث عنهم إبليس وأعوانه ليضلوهم عن الصراط المستقيم ألن تأتي لمساعدتي يا قابيل لقد تعبت إني أقوم بالعمل وحدي ابقى مكانك لا تأخذك به شفقة إني أخذ قيلولتي تحت ظلي هذه الشجرة ولا أشعر بالرغبة في العمل هيا واصل عملك ولا تتكاسل ولكنها أرضك أنت وأنا أريد أن أرع غنمي وأخشى عليها من الذئاب والسباع ما هذا؟ ما هذا؟ كيف تجرأ عليك هذا الهر يا قابيل؟ كيف؟ لا لا إنه لا يكن لك أي احترام ولا يهابك كن حازما معه كف عن الشكوى يا هابيل وافعل ما أمرك به لو كنت تحسن معاملتي لأديت هذا العمل عن طيب خاطر هداك الله يا أخي هداك الله هل سمعت ما قاله؟ هل سمعت؟ قابيل إنه يسبك لا 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 لقد تجاوز حدوده معك ولا بد من تأديبه هيا هيا انهض ولا تأخذك به رحمة هيا بماذا كنت ترخي وتثبت ويهلعين أسمعني صوتك هيا هيا الهد نعم نعم هكذا يا عزيزي كي يعلم أنك الأقوى والأفضل نعم حتى يخشاك ولا يعصي لك أمره كنت أدعو الله أن يهديك يا أخي وأن ينجيك من الشيطان إنها المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يخوضونها على علم والعاقبة مكشوفة لهم في وعد الله الصادق واضح المبين وعليهم تبعت ما يختارون لأنفسهم وقد شاءت رحمة الله أن لا يدعهم جاهلين ولا غافلين فأرسل إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين قابيل يكره أن يراني مع أخي هابيل ويتعمد إهانته أمامي لا أظن أن الأمر يتعلق بك يا أختا كل ما في الأمر أن قابيل يشعر أن أخاه هو المقرب لأبينا وهذا ما يضايقه أتمنى أن لا يتعدى الأمر ما تقولين ولكن القلق ينتابني خوفا من حدوث شيء بينهما اترد هذه الأفكار السيئة يا حبيبتي واهدئي هيا هيا بنا دعني واهدي الآن يا ليبود وسألحق بك بعد قليل قل قل واشرب وتمتع يا آدم لا أحتنكن ذريتك سأقعد لهم بالمرصاد ستكون لي أنا أيضا ذرية تملأ الأرض هو أتباع يتبعون أمري ويفسد عليكم حياتكم ولما كبر أبناء آدم قرر أن يزوجهم لكي يستمر نسل البشر على الأرض وكانت حكمة الله أن يزوج كل واحد من أخت التوأم الآخر فكان على قابيل أن يتزوج من ليبودا وهبيل يتزوج من إقليمه وهذا ما جعل الحقد والغيرة تشتعل في قلب قابيل أرد إبليس أن يدفع جميع البشر من آدم وذريته إلى المعصية وأن يشعل بينهم العداوة والبغضاء فراح يوسوس لأبناء آدم حتى استطاع أن يوقع الفتنة بينهم ويشعل نار العداوة والشقاق بين الإخوة جميعا أكاد أشم رائحة الدم وقد غطت كل مكان في الأرض يا زيتونة ماذا تقصدين يا ياقوتة؟ إنه سلسال الدم بين ذرية آدم سلسال لن ينتهي حتى قيام الساعة لقد صدق ظن إبليس فيهم وستكون الخطيئة الأولى التي لن يغفرها الله إنه الصراع الأزالي بين الخير والشر طالما وجد إبليس على هذه الأرض إلى متى هذا التخصم بينكما يا إخوة؟ أما أنا الأوان لتصفى قلوبكما؟ أنا لا أحمل أي ضغينة انتجاه أخي قابيل بالعكس أنا أحمل له كل الحب والود لن تصفى القلوب حتى يعود الحق لأصحابه أي حق يا قابيل؟ إقليمة توأمي وأنا أحق بها آه لئتني اختفيت من على وجه الأرض ولا أرى ما يحدث بينكما أنت تريد أن تأخذ ما ليس لك؟ هل أحدثك مرة أخرى عن ما سنه أبونا وأصبح عرفا؟ وأنا لا أعترف بهذا العرف يا هابيل إن قابيل يعلم جيدا أنك الأحق بتوأمه فلهذا يكرهك ويحقد عليك ابتعدي أيتها الأفكار والهواجس الخبيثة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم يا قابيل لابد أن تحسم هذا الموقف لصالحك مهما كلفك الأمر لا تكن طيبا هكذا يا هابيل فأنت الأحق بإقليمة جميلة دافع عن حقك وإقليمة من حقك أنت أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم أراد قابيل أن يستأثر بأخته وتوأمه ورفض زواجها من هابيل فكان القربان هو الحل فأيهما قبل الله قربانه فهو الأحق بها أبي أنا لا أريد أن أعصي لك أمره ولكني لا أوافق على فكرة القربان أخي من سيتقبل قربانه؟ ستكون إقليمة زوجته لا لن أسلم لن أسلم قابيل قابيل إلى أين أنت ذاهب؟ قابيل قابيل أبي جئت إليك أطلب الصفح عن ما بدر مني في ساعة الغضب يمسح آدم على رأس ابنه ناصحا إياه بالابتعاد عن طريق الشيطان إن الشيطان نزغ بيني وبين أخي هابيل فيروي له آدم كيف أن الشيطان يترصد من يتمكن الحسد والطمع من قلبه وحذر آدم عليه السلام ابنه قابيل من هاتين الخصلتين أبي لن يتمكن الشيطان مني لقد قبلت بحكمك قبلت بالقربان فادعوا الله لي يا أبي امتثل الأخوان قابيل وهابيل لما حكم به آدم عليه السلام بأن يقدم كل منهما قربانا بعد أن أوحى له الله بذلك حتى ينتهي الخلاف بين الأخوين وها هو هابيل يتخير من أغنامه أثمنها وأملحها ليقدمها إلى الله قربانا ترى ماذا ينوين إنه ينتقي أعواد القمح ليقدمها قربانا قابيل أيضا أعد قربانا ماذا أعد أعوادا من القمح فلنترقب من ستقبل السماء قربانا لا شيء لدي سوى أعواد القمح أقدمها قربانا ماذا تفعل يا قابيل كما ترين أعد قرباني لقد أحسن هابيل اختيار قربانه قابيل أيها الأحمق ما هذا الذي تحمله إنها أعواد قمح يابسة إبليس وجنوده يشعلون نار الكراهية والضغين بين الأخوين ها هم يترقبون ما سيحدث لقد نجح إبليس في إغواء قابيل وإضلاله ومضى الاثنان إلى التلال وراح هابيل يسوق كبشه وتركه فوق التل وراح هابيل يسجد متضرعا لله أن يقبل قربانا وصعد قابيل التل وألقى بكوم القمح بالقرم من كبش هابيل وقد بدى عصبيا لا يدري ماذا يفعل ولم يتقبل قابيل رفض الله قربانه برضا وخضوع بل واجهه بتمرد واحتجاج واتجه إلى البغي والعدوان فبدأ بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن قائلا لا أقتلنك في لهجة تنضح بالحقد والحسد الطاغي الذي ينفجر في صدره كالحمم ناسيا أنه حكم الله وقضاؤه ولكنه الحسد ذلك الحسد الذي يواجه فيه الحاسد المحسود من غير ذنب جناه إلا أن الله أنعم عليه ولم ينعم على الحاسد هابيل أين قابيل؟ لا أدري إلى أين ذهب لم يرضى بحكم القربان وتوعدني بالقتل ما ستقول؟ ما سمعته يا إقليمة قالها في لحظة غضب مؤكد أنه لا يعني ذلك لا مددت إليه يدي فأبى ووعدني بالقتل نظرة عينيه أخافتني أدعو الله أن يعود إلى رشده دعا آدم لهابيل أن يتقبل الله قربانا ولم يدعو لك لقد خدعوك كلهم تآمر عليك أيها المسكين وماذا عسايا أفعل الآن؟ خذ حقك بيدك ولا تستسلم لقد هجرتهم هجرت الجميع ولن أعود إليهم لا 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 يا قبيل يجب أن تعود ولكن لا بأس أن تختلي بنفسك بعض الوقت لتعيد ترتيب أفكارك ثم بعدها ماذا بعدها؟ بعدها تعود لتأخذ حقك حقك الذي سلبوه منك إقليمة إقليمة لم تعود لي ولكن لا ستكون لي نعم إقليمة لي وحدي وحدي أنا لا أعرف سوى كلمة واحدة سأقتلك يا هابيل قلت هذا كثيرا أنت أجبن من أن تقتل ركت تظاهر بالشجاعة اعلم أنني لا أخافك حقدك وحسدك جعل منك شيئا حقيرا تافه النفس لا تنصت إلي ونفذ ما عزمت علي اقتله يا قبيل اقتله كي تفوز بحبيبتك إقليمة ألقي بهذا الحجر الذي بيدك إنني أعيذك أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من الظالمين اقتله الآن اقتله لقد أخذ منك إقليمة هل نسيت سأقتلك يا هابيل مرة أخرى أقولها لك لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ولكن هذه الكلمات الرقيقة المفعمة بالإيمان لم تنفذ إلى قلب قبيل القاسي الذي أوصد أذنيه أمام توسلات أخيه وجمد قلبه من كل مشاعر الحب والرحمة يا أخي لقد ظلمت نفسك يا أخي هابيل أخي أخي أفق أفق يا هابيل 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 لترى ماذا فعل بنيك أقدم ليتقطع قلبك حسرات على بنيك أقدم يا آدم تبدل حال قابيل فزال عنه الغضب وركبه الخوف ترقب بلهفة أن ينهض أخوه أو يتحرك إنحنى فوقه وأخذ يهزه برفق ولكن لم يستجب ناداه برجاء فلم يستجب تطلع حوله خائفا ولكن لم يكن هناك من حي إلا الأغنام التي تبعثرت في الوادي بعد أن غاب راعيها شعر آدم بالحزن والقلق وأدرك أن شيئا ما قد حدث حين رأى أغنام هابيل مبعثرة في الوادي دون راع وأخذ ينادي على ابنه هابيل لكن أحدا لم يجب أدرك آدم ساعتها كل شيء وعرف أن قابيل قتل أخاه إنها البداية فقط يا آدم فلينفطر قلبك على ولدك هابيل حقق إبليس وعده أظلمت الدنيا في وجه قابيل وسؤال واحد كان يدور في ذهنه ويرح عليه بشدة ولا يجد إجابة عليه كيف يخفي جثة أخيه وبينما هو غارق في مخاوفه وأفكاره رأى أمامه شيئا عجيبا ما أحزنه من مشهد قابيل لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه ما كان أغناه أن يعيش هذه اللحظة البائسة فلتعض أصابع الندم أيها البن العاق على ما أجرمته في حق أخيك خدعه إبليس وأضله ثم تخلى عنه ما أشد لوعة قلب آدم وحواء على مخابيل دعينا نشاهد ماذا سيفعل هذا الشقي يا ويلتي يا ويلتي أحجست أن أكون مثل هذا القراب فواري سوءة أخي إنه الخسران المبين يا قابيل الخسران المبين واتنوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين بكى قابيل كثيرا لأنه قتل أخاه وبكى لأنه كان عاجزا قليل الحيلة وهو يحمل أخاه ولا يدري ماذا يفعل به فأرسل الله إليه الغراب ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه هنا أدرك قابيل كم هو جاهل لا يعرف شيئا وأن الله أرسل إليه ذلك الغراب ليتعلم منه كيف يواري سوءة أخيه اندلع حزن قابيل على أخيه هابيل كالنار فأحرقه الندم واكتشف أنه الأسوأ والأضعف وأنه قتل الأفضل والأقوى هنا حزن آدم حزنا شديدا على خسارته في ولديه مات أحدهما وكسب الشيطان الآخر وهكذا نأتي إلى نهاية قصة آدم عليه السلام في صراعه هو وأبنائه مع إبليس العين وقصة هابيل وقابيل التي تلخص لنا قصة البشرية منذ فجر الإنسانية يا إلهي كيف حدث هذا لقد أغلق البحر أمواجه على فرعون وجنوده لم يترك منهم نفر على قيد الحياة لا أستطيع أن أصدق ما أرى لقد انتهى جيش فرعون الذي طالما أذاقنا الزل والعبودية والهوان كيف فعل موسى هذا إنه لنبي حقا لقد ارتحنا من فرعون وجنوده بضربة عصا واحدة إنني لا أصدق ما أرى هل أنا أحلم واحتفل العبيد وأكلوا وشربوا وطربوا ورقصوا فرحا بغرق فرعون وجنوده وطوصف حفى الذل والعبودية للأبد وسجد موسى لله شكرا لأنه نجاه هو وقومه من فرعون إلى الأبد وسار موسى والعبيد وراءه إلى ميقات ربه وتوغل في الصحراء أكثر وأكثر وأكثر فلنسترح قليلا يا موسى قد أنهكن السير إننا نسير منذ يومين ولم نذق طعم النوم نعم نريد أن نستريح لقد تعبنا إنهم عبيد بني إسرائيل الفارين من فرعون نعم لقد سمعت عنهم وهذا هو نبيها ورسول بني إسرائيل إن اسمه موسى وهذا هذا هارون أخوه وقد نجانا هو وربه من فرعون وجنوده لقد ابتلعاهم البحر وأغرقهم عن بكرة أبيهم هل ترون هذه العصى؟ نعم نعم لقد فلق موسى بها البحر فأصبح كل فرق كالتوضي العظيم فمررنا وسط الماء إلى الشط الآخر وأسرع فرعون وجنوده وراءنا بالدخول إلى البحر ولكننا مررنا بسلام إلى آخر فرد ثم التحمت أمواج البحر وغارق فرعون وجنوده فيه كيف فعل موسى هذا؟ إذن فهو ساحر عليم يقول إنه مرسل من رب العالمين هيا كفاك كلاما وبعد مسيرهم ليومين متواصلين دخل موسى مع قومه على قرية كان أهلها يعبدون الأصنام انظري إنهم يسجدون لآلهتهم إنهم قوم صالحون يا ليت لنا مثل آلهتهم هذه يا موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله نريد إلها نقدم له القرابين والصلوات نريد إلها نرى نعم 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 اجعل لنا إلها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعتفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وهكذا طلب العبيد من موسى أن يكون لهم إلها كما لهؤلاء القوم إله وغضب موسى منهم وهاله ما قد سمع ووقعوا في الشرك مرة أخرى ولم يمضي على نجاتهم بضعة أيام وبعد أن سمعوا ما قال موسى وراء غضبته أكملوا المسير وراءه وبعد أن سار موسى بقومه خارجا من القرية التي كان أهلها يعبدون الأصنام دخل على سيناء ومروا من أمام جبل الطور وجاء أمر رب العالمين لسيدنا موسى عليه السلام بالذهاب إلى أعلى جبل الطور لميقات ربه وأخبر موسى أخاه هارون بما أمره الله به أخبره أنه سيعود إلى جبل الطور بمفرده ليلاقي ربه وأمره أن يستخلفه في قومه وهكذا ترك موسى العبيد في يد هارون وبدأ رحلة الصعود إلى الجبل وصل موسى أعلى قمة جبل الطور وقد كان صائما فتم ميقات ربه أربعين ليلة وحانت اللحظة وجاء الوقت الذي سيسمع فيه موسى صوت الحق عز وجل وانتهى ميقات موسى مع ربه بعد أن أنزل عليه الوصايا وأراد أن يعود إلى قومه فقال له الله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وأسرع موسى في الرجوع إلى قومه وهو يستشيط غضبا وفي يده الألواح التي بها الوصايا العشر وقد كان السامري نحاتا للأصنام من قبل وبعد أن ذهب سيدنا موسى لميقات ربه قام بإخراج العجل لبني إسرائيل ليعبدوه وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فلتستغفروا إلهكم والتبكوا ولتتوبوا إليه استغفروا على ما فات واطلبوا منه الرحمة فيما هو آت هني أن لكم يا بني إسرائيل فقد جاء ربكم إليكم أخيرا هيا اطلبوا منه ما تشاءون اطلبوا لتجدوا وها هو هارون آتني إليكم لكي يسجد معكم للإله اسجد يا هارون ها هو إلهك وإله بني إسرائيل اسجد اسجد إلى أن يأتي موسى ويسجد هو الآخر معنا وتفاجأ هارون بما رأى ولم يصدق ما يحدث وقال للعبيد والغضب يتملكه أيها العبيد إن هذا ليس إلهكم وإنه عمل شيطاني من أعمال السامري يريد به أن يضلكم عن طريق الحق يريدكم أن تشركوا بالله ما ليس لكم به علم وطلب منهم أن لا يسجدوا لهذا الصنم وليعودوا إلى عبادة الله ويستغفروا ربهم على ما صدر منهم لا تخدع العبيد يا هارون أنت تعلم أن هذا هو إلهك وإله بني إسرائيل فلتسجد له ولا تتكبر حتى لا يأخذك العذاب الأليم اتق الله يا سامري ولا تلقي بنفسك وبالعبيد في التهلك هل تريد أن يعود العبيد إلى الشرك بالله مرة أخرى؟ هل تريدهم أن يضلوا بعد أن هداهم الله؟ حذاري مما تقول يا رجل إن هذا الكلام حرام عليك وسيغضب إلهك مما تقول نعم إن هذا هو إلهنا إن قلبي يحدثني أن هذا هو إلهنا وها أنا أسجد له وأطلب منه الرحمة والمغفرة هيا اسجدوا مع هذا العبد المؤمن ولا تسمعوا كلام المضلين اذهب يا هارون أنت ومن معك وإلا أصابك بطشنا وأنت تعلم أن بطشنا أليم شديد اذهب نعم اذهب بعيدا هيا 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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وظل هارون يدعو قومه ليلا ونهارا ليخبرهم أن هذا العجل عمل من عمل الشيطان وأن ربهم أكبر من أي شيء وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه وأخذ يذكرهم بمعجزات الله التي أنقذهم بها وتكريمه لهم ورعايته وقال لهم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فأصموا آذانهم عنه ورفضوا كلماته لأن النفوس التي اعتادت على الشرك صعب أن تخرج منه وظلوا على كفرهم إلا قليلا جدا لم يضلوا معهم واستضعف العبيد هارون وكادوا يقتلونه وأنهوا المناقشة معه إلى أن يأتي موسى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وجاءت اللحظة ووصل موسى إلى قومه ووصل إلى أسماعه أصوات الاحتفال اطلبوا من الإله كل شيء اطلبوا منه المال والوطن اطلبوا منه المملكة ابكوا تحت قدميه وجد موسى العبيد ساجدين للعجل وجن جنونه وثار لبه ولم يصدق ما يرى أمامه ورأى العبيد وجه موسى وقد اكتسى بعلامات الغضب صرخ موسى في العبيد صرخ وغضب وجهل وقال قولته بئس ما خلفتموني من بعدي قالها ثم ألقى الألواح من بين يديه وأسرع إلى أخيه هارون وهو يستشيط غضبا وأمسك موسى هارون من شعر رأسه ولحيته وشده نحوه وهو يرتعش من قمة الغضب وقال لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري وقال هارون بضعفٍ لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فسأله موسى لماذا لم يدمر هذا الصنم الذي سجدوا له إنه بهذا قد اشترك معهم في الخطأ ولكن هارون يرد عليه قائلا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وقال له كذلك بوهن وضعف يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وأدرك موسى أنه ظلم هارون وأدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن في هذه الظروف ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين فترك رأس أخيه والتفت إلى قومه وقال لهم بغضب شديد كيف ضللتم الطريق وعبدتم هذا الصنم كيف تسجدون للصنم بعد أن عافاكم الله من عبادة الأوثان ألم تروا بأعينكم ما حدث لفرعون ولكل من عبده ولكل من سجد للأصنام ألم تدركوا بعقولكم وقلوبكم أن هذا ليس إلهكم لماذا لم تسمعوا قول هارون ألم تستطيعوا الصبر قليلا حتى أعود إن الزنب كله يقع على السامري يا موسى لقد أضلهم وأخرج لهم العجل بعد أن صهر الذهب في الأفران إنه سبب كل ذلك وغضب موسى أكثر بعد أن سمع كلام المرأة وتقدم موسى من السامري وقال له والغضب يأكله ما خطبك يا سامري سامحني يا موسى لقد بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها على الذهب وكذلك سولت لي نفسي لقد أضلني الشيطان يا موسى بعد أن هداني الله سامحني يا موسى سامحني ودعوا ربك أن يسامحني على ما بدر مني ولكن موسى قد دعا عليه وقال له أن يذهب ولا يقترب منه وعقوبته أن لا يقترب منه أحد ولا يمسه أحد وأنه سينتظر موعد عقابه واستجاب له ربه وظل السامري بقية عمره وحيدا منبوذا لا يمسه أحد ولا يختلط به أحد من العبيد عقابا له على مسه ما لم ينبغي عليه مسه وأمر سيدنا موسى بني إسرائيل بإشعال النار وإلقاء العجل فيها حتى يصبح رمادا ويرى الجميع أنه صنم لا يضر ولا ينفع ولم يكتفي موسى بصهر العجل أمام أعين العبيد بل حمله بعد أن صار رمادا وذهب وألقى به في البحر وتحول العجل المعبود إلى رماد رماد يتطاير أمام أعين العبيد الضالين ثم ارتفع صوته قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا موسى وقال للعبيد الذين معه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما والتفت موسى إلى قومه وهو ما يزال غاضبا وحكم في القضية كلها وأفهمهم أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل إلها وقال إن التوبة من هذا الجرم أن يقتل نفسه كل من سجد للعجل جزاء لما فعل فأمر موسى العبيد أن يقتل كل رجل أخاه وكل واحد صاحبة حتى قتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل وتوسل العبيد إلى موسى فالترحمنا يا موسى من هذا العقاب إننا أخطأنا واتبعنا أهواءنا أدعو ربك أن يغفر لنا ارحمنا يا موسى وبعد أن بك العبيد ورجوا موسى أن يسامحهم على فعلتهم عفى الله عنهم وسامحهم إنه التواب الرحيم وبعد أن سامحهم الله زال الغضب من موسى والتفت إلى مهمته الأصلية وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وذهب إلى الألواح الملقات أرضا والتقطها وقرأ ما فيها على قومه وأمرهم في البداية أن يأخذوا بأحكامها بقوة وعزم واستمع الكل إلى الوصايا وبدأ قوم موسى في مساومته على الحق الذي أنزر في الألواح إنشر علينا الألواح يا موسى فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها نريد لكل واحد منا نسخة حتى نقرأ ما في الألواح بتأن وروية ولكن موسى يقول لهم اقبلوا ما فيها ولكنهم راجعون مرارا وتكرارا إلى أن أمر الله ملائكته أن ترفع الجبل وقومه فرفعته فوق رؤوسهم كأنه غمامة ولما رأى العبيد الجبل كادوا يموتون من الرعب والخوف خشية أن يقع عليهم الرحمة يا موسى سيقع الجبل فوق رؤوسنا ويقترنا لماذا تفعلوا هذا بنا يا موسى؟ وقال لهم موسى إن لم تقبلوا ما في الألواح سقط عليكم ذلك الجبل قبلنا يا موسى قبلنا ما في الألواح يا موسى نعم قبلنا ثم أمرهم موسى بالسجود إلى الله فوضعوا خدودهم على الأرض وهم ينظرون لأعلى إلى الجبل بخوف ورعب وهكذا أثبت قوم موسى أنهم لا يسلمون لله وجوههم إلا إذا لويت أعناقهم بمعجزة حسية باهرة تلقي في قلوبهم الرعب وتثني الأقدام نحو السجود ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ونادى سيدنا موسى قومه إلى ضفة النهر ليخبرهم بأمر مهم وبعد أن اجتمع العبيد أخبرهم موسى بما يريد أمر موسى علماء بني إسرائيل وخيارهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه ثم أخبرهم أنه سيختار منهم سبعين رجلا لكي يخرجوا معه لملاقات ربهم الذي أمره بهذا ويخبرهم موسى أن هؤلاء السبعين رجلا سوف يدعون الله أن يتوب عليهم جميعا مما فعلوه سابقا وهل يجوز أن نستغفر الله على ذنوب لم نفعلها يا موسى؟ هل يجوز أن نحمل أوزارنا وأوزار العبيد؟ فليستغفر الله كل منا بلسانه ما لنا نحن وذنوب باقي العبيد؟ يا لكم من مجادرين ويجيب موسى أن العلماء ورثة الأنبياء وهم الذين يحملون العلم بعدهم وهم المسؤولون الأوائل عما حدث في واقعة العجل ولأنهم عبدوا العجل مع العبيد يقع عليهم الذنب الأكبر لقد فتنا جميعا يا موسى ولقد عفى عنا ربك وأنت رأيت هذا ولكن موسى لم يعبأ بحديثهم كثيرا وبدأ في اختيار السبعين رجلا وسط صمت العبيد جميعا وكان كل من يسمع اسمه يقف وهو يتنهد في ضيق ويجز على أسنانه بغيظ يا لحظي المشؤوم أف لك يا موسى لماذا أنا بالذات دونا عن كل العبيد؟ واختار موسى السبعين رجلا وخطب فيهم قائلا لقد اختارهم الله للذهاب معه وهذه نعمة كبيرة وفضل من الله ولكنهم لم يحبوا لقاء الله ومن لم يحب لقاء الله فإن الله لا يحب لقاءه وجاء السبعون رجلا إلى موسى ثم قال لهم موسى بعد أن رآهم أمامه انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم صوموا تطهروا طهروا ثيابكم واقترب موسى ومن معه من الجبل وبات على بعد أمتار منه إنه جبل الطور ها؟ ودنى موسى من الجبل أكثر والرجال واقفون مكانهم وفجأة حدث شيء غريب فإذا بعمود من الغمام تنشق عنه السماء ويتغش الجبل كله ما هذا الذي يحدث؟ ودخل موسى في الغمام أكثر وفجأة نزل عمود نور ساطع باهر من السماء على جبهة موسى وقع نور ساطع لا يستطيع أحد من البشر أن ينظر إليه أو يطيق احتماله وضرب الحجاب على موسى ولم يعد يراه أحد من السبعين رجلا وكلم الله موسى تكليما وسمع الرجال صوت الله عز وجل وهو يكلم موسى ما هذا الصوت؟ من الذي يكلم موسى؟ هل تسمعون ما أسمع؟ نعم نعم نسمع نسمع صوت من هذا؟ صوت من هذا؟ اسمتوا حتى نسمع ماذا يقول واختر موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وانقشع الغمام وعاد الأمر كما كان قبل الغمام ووقف موسى والرجال وجها لوجه ما هذا الذي حدث يا موسى؟ فلتخبرنا بقصة ما حدث يا موسى وما هذا الصوت الذي سمعناه؟ وأخبرهم موسى أن الصوت الذي سمعوه هو صوت الله عز وجل لقد كنت أسمع الصوت من جميع الاتجاهات ويخبرهم موسى أن الله ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وأنهم محظوظون أنهم سمعوا صوت الله ولكن كيف لنا أن نتأكد يا موسى أن ما سمعناه هو صوت الله؟ نعم نعم كيف نتأكد؟ من الممكن أن يكون سحرا أو شيئا من هذا القبيل أو أن أحد الناس دخل في الغمام عندما غشينا الضوء وقال ما قال نعم نعم ما يقول من الممكن أن هذا ما حدث لقد سمعنا الصوت يا موسى ولكننا نريد أن نرى صاحب الصوت إن كان هذا صوت الله فإننا نريد أن نرى الله ودهش موسى مما يقولون وأخبرهم أنه لا يجوز أن يروا الله أخبرهم بقصة الصعق التي حدثت له فوق جبل الطور عندما طلب نفس الطلب من الله وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن يروا الله وهم على هذه الهيئة البشرية ولكنهم لم يقتنعوا بكلامه ما هذا الكلام الذي تقوله؟ انظر يا موسى لقد أخذتنا معك كل هذه المسافة وتركنا أهلنا وديارنا كي نلقى ربك وفي النهاية تقول إننا لن نستطيع أن نرى الله يا موسى أنا لن أؤمن لك حتى نرى الله جهرا وبعد أن قالوا كلمتهم وشددوا على رؤية الله كي يؤمنوا لموسى ظهرت نظرات الخوف على وجه موسى وما هي إلا ثوان حتى حدث ما لا يحمد عقباه أنقذنا يا موسى أنقذنا 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 يا موسى وصعق الرجال ووقعوا موتى لأنهم طلبوا أن يروا ما لا يجوز أن يروا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون توسل موسى إلى الله أن يغفر لهم ما فعلوه وأخبرهم أنهم قوم سفهاء لا يعرفون عاقبة الطلب الذي طلبوه منه وظل يتوسل ويفكي إلى الله وغفر لقومه فأحياهم الله بعد موتهم إنه هو الغفور الرحيم وعاد الرجال إلى الحياة مرة أخرى وقال لهم موسى أنهم طلبوا شيئا يستحيل أن يحدث وأخبرهم أن من نعمة الله عليهم أنه بعثهم بعد موتهم إلى الحياة مرة أخرى لطفا ومغفرة منه لأنهم إن بعثوا على ما كانوا عليه لا بعثوا على الكفر وأن من يبعث على الكفر يرث جهنم وبئس المصير ثم استمع المختارون في هذه اللحظة إلى النبوءة التي تبشر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وعاد موسى بقومه بعد أن ذهب لميقات ربه وبعد أن طلب من الله أن يغفر للقوم خطيئتهم أجابه الله إلى ذلك وأمره أن يذهب بالقوم إلى الأرض المقدسة شخص من بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وما زال موسى يجلس مع القوم يعلمهم وينصح لهم ويشدد عليهم أن لا يعصوا الله ما أمرهم وأن يأخذوا بما جاء في التوراة وأن يعملوا للآخرة ويخبرهم أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة هي دار الجزاء وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأن الله واحد ليس له شريك في ملكه وأن كل من يبتغي غير الله فقد أثم وكفر وجزاؤه النار ولكن العبيد هم العبيد بعنادهم وكفرهم وعدم تصديقهم لموسى وأمر الله تعالى موسى أن يسير بقومه نحو بيت المقدس بعد أن ظل قوم موسى يرحون عليه في طلب مملكة لهم وبدأ موسى في التحرك نحو بيت المقدس ووراءه العبيد وسط صخط الكثرة ورضاء القلة منهم يا يا لها من رحلة شاقة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وعندما وصل موسى مع بني إسرائيل إلى أسوار بيت المقدس أراد موسى إخبار قومه بما أمره الله أن يدخلوا بيت المقدس ويقاتلوا أهلها ليخرجوهم منها ويسكنوها ولما قال لهم قالوا إنني معك يا نبي الله ولكن يجب أن نخبر باقي عبيد بما تريده لنا من خير سأخرج لأخبرهم انتظر انتظر أيها العالم فلتخبرهم في الصباح دعهم الآن نائمين وفي الصباح نخبرهم ونشرح لهم كل شيء ما هذا الذي يقوله موسى هل يريدنا أن ندخل بيت المقدس ونقاتل من فيه إننا ما خرجنا من مصر كي نقاتل أنا لن أقاتل أحدا ولا أنا ولا أنا ما لي أنا والقتال إذن هيا لنخبر العبيد بما قال موسى وهارون ونحذرهم مما يدفعوننا إليه وننصحهم ألا يسمعوا كلامه هيا 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 وفي الصباح عندما اجتمع القوم يا موسى لن نستطيع محاربة قوم بني المقدس إننا عبيد ضعفاء وقومها جبارون فلتبحث لنا عن مدينة أخرى لكي ندخلها ونقاتل أهلها نحن نعلم ما فعلته أنت وربك لنا يا موسى ولكننا لن ندخلها مدام فيها سندخلها إذا خرجوا منها كيف يخرجون منها هكذا؟ ما هذا الذي تقول؟ إننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أجل أجل حتى يخرجوا منها حتى يخرجوا منها إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها أدخلوا عليهم من الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك وقاتل يا موسى إنها هنا قاعدون أجل أجل إنها هنا قاعدون أجل إنها هنا قاعدون أجل يا موسى يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتوه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون وبعد أن رفض العبيد دخول بيت المقدس ومحاربة من فيه لكي تعلو كلمة الحق وبعد أن شك موسى لربه ما فعله العبيد معه وبعد أن أيقن أنهم لن يدخلوا بيت المقدس دعا الله أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين واستجاب الله لموسى وأنزل غضبه على عبيد بني إسرائيل وحرام عليهم دخول مدينة بيت المقدس أربعين سنة وجعلهم يتيهون في الصحراء هذه الأربعين سنة وبدأت سنوات التيه والغضب وتعطل حلمهم بعد أن كان على بعد خطوات قليلة منهم وحزن موسى بعدما علم بأمر الله ولكن الله عز وجل قال له فلا تأسى على القوم الفاسقين وكان موسى حزينا يفكر فيما فعله اليهود بأنفسهم وكيف عصوا الله بعد أن نجاهم من فرعون وكيف لم يطيعوه بعد أن أمرهم بدخول بيت المقدس وصبر موسى على العبيد كي يكمل رسالته ودخل العبيد على المجاعة بعد أن نفذ طعامهم وشرابهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين إن طعامنا قارب على الانتهاء سدوا جوعهم وأكل بنو إسرائيل المن والسلوى وأنقذهم موسى من الموت جوعا في الصحراء وبدأ ينفذ الماء وبدأ يقتل بعضهم بعضا من أجل الماء فذهبوا لسيدنا موسى وطلبوا منه أن يدعو ربه ليرزقهم الماء افعل شيئا يا موسى ادعو لنا ربك ادعو لنا ربك لكي ينسل علينا ماءا كما أنزل المن والسلوى أنا أطشان ادعو لنا ربك افعل شيئا يا موسى ادعو لنا افعل شيئا يا موسى وساد الهرج والمرج وعلت الأصوات التي تطالب بالماء ودعا موسى ربه وأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فانشقت منه اثنتا عشرة عينا وعلم كل سبط من الأسباط لاثني عشر اليهود ما شربهم من الماء وأخبرهم موسى أن الماء قسمة بينهم ولكن لم ينتهوا عند هذا الحد بعد كل ما أنعم الله به عليهم ما زالوا يشتكون ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أفن له من طعام لقد سئمت لا يوجد غير المن والسلوى عندك يا موسى وهكذا سئم بن إسرائيل من طعام المن والسلوى وذهبوا إلى موسى يشكون إليه يا موسى يا موسى لقد سئمنا من طعام المن والسلوى إننا نريد العدس والفول والبقول والخضروات ادعو لنا ربك أن يخرج لنا هذا الطعام من أرض سيناء وعاد موسى ينبههم إلى ظلمهم لأنفسهم ودعاهم إلى الصبر حتى يأتي أمر الله ولكنهم ضدروا منه ولم يسمعوا له وقال موسى مستنكرا عليهم أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم اهبطوا هذه البادية إلى أي مدينة تجدوا ما اشتهيتم ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختياراتهم دائما على اختيار الله لذلك لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وتمر السنون السنة وراء السنة وتتعاقب الفصول وما زال بني اسرائيل في التيه في تيه الصحراء لا يعرفون لهم وجهه ولا قصده يسيرون وراء موسى الذي يعلم جيدا أنهم سيظلون على هذه الحال أربعين سنة سيظلون تائهين وفي يوم من الأيام كان موسى يخطب في بني اسرائيل ويدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق ويبدو أن حديثه كان جامعا مانعا رائعا فبدى كما لو كان يلخص حكمة الدنيا في السطور التي قالها تحدث معهم كيف أهلك الله قارون وفرعون وكل من أراد بهم سوءا وذكرهم بقصة عبور البحر ذكرهم بالمن والسلوى والينابيع التي تفجرت في الأرض وكيف اصطفاه الله ليكون نبيا لبني اسرائيل وكيف رأوا المعجزات بأعينهم لم يترك شيئا إلا وذكرهم به يا له من حديث لقد أجاد موسى الحديث هذه المرة أكثر من أي مرة أخرى من أين أتى بهذا الكلام إنه لم يترك شيئا إلا وتحدث فيه وانتهى موسى من خطابه الرائع وكان بنو اسرائيل جميعا معجبين بالحديث الذي لم يسمعوا مثله من قبل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوهونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وهنا قال أحد بني اسرائيل لموسى شيئا جعل الأمور تسير على غير ما يرام لقد كنت حقا عظيما يا موسى في حديث الصباح ولكن هذا لا يمنع أن من الممكن أن يقول أحد غيرك مثل هذا الحديث إن موسى أعلم أهل الأرض جميعا أليس كذلك؟ بلى أنت أعلم أهل الأرض جميعا وهنا أجاب موسى بأنه أعلم أهل الأرض جميعا وبسبب هذه الزلة من لسان موسى ساق الله عتابه لموسى حين لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم كلمه الله عز وجل وقال له يا موسى ما يدرك أين يضع الله علمه وأدرك موسى أنه تسرع وعلم أن لله عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه وبعد أن فطن موسى لكل ما حدث وعلم حقا أن الخضر أعلم منه وأنه كان يفعل كل شيء بأمر من الله الذي لا يضر أحدا من عباده قال له أوصني قال الخضر سأوصيك يا موسى لا تكن مشاء في غير الحاجة وإياك واللجاجة ولا تضحك من غير سبب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابكي على خطيئتك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد يسر الله طاعته عليك يا موسى وداعا يا موسى وداعا يا نبي الله وعاد موسى أدراجه عائدا إلى بني إسرائيل عاد بعد الرحلة العجيبة التي جمعته مع الخضر عاد بعد أن علم أشياء لم يكن يعلمها من قبل وتدور الأيام ويحمل على الأكتاف في نعش من كان البارحة يسير على قدميه وسط العبيد وتفنى العبيد وتولد عبيد وينتهي جيل ويخرج جيل ينتهي جيل عبدة الأصنام الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلهة ويصعد جيل التيه الذي لم يسجد الأصنام ووحى الله تعالى إلى موسى أني متوف هارون ومات هارون وأخبر موسى العبيد بأمر هارون بأن الله قد قبض روحه وفزع العبيد وحزنوا على فراق هارون لأنهم كانوا يحبونه بسبب طيبة قلبه وصبره عليهم وهكذا أصبح موسى وحيدا بعد موت هارون لقد مات من كان موسى يشدد به أزرة ويشركه في أمره لك الله يا موسى ويقول العلماء إن موسى عمر مائة وعشرين سنة في الأرض ولكل شيء نهاية والإنسان ولد ليموت والأنبياء بشر ويجري عليهم قانون البشر عندما جاء اليوم الذي سيموت فيه موسى يحدثنا أبو هريرة عن هذا اليوم من لسان أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فلطم موسى عين الملك ففقأها فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وفقأ عيني فرد الله عليه عينه فقال ارجع إلى عبدي وقل له آل حياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يداك من شعره فإنك تعيش بعدد كل شعرة لمستها كل شعرة لك بها سنة وذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره بما قاله الله له فقال له موسى ثم ماذا قال ملك الموت الموت تموت فقال موسى الآن من قريب واختار موسى الموت وبعدما قال موسى الآن من قريب قال يا رب فادني من الأرض المقدسة رمية حجر إني أريد أن أتفن قريبا منها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال إذن ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات أمرك يا سيد القائد هيا اضر لا تندفعك الثور واحرص على حفظ توازنك معذرة يا ذا القرنين بتار عقاب أمرك يا ذا القرنين رهن إشارتك أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار أليس الاختبار شاقا؟ من يفشر فيه لا أريده في جيشي واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة أمرك يا سيدي لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه من يسقط من التعب يترك الجيش فورا أيها التاجر أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة خذ اللحم دون أجر يا عماه دون ثمن بارك الله لك بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس عقاب أين أنت؟ هنا لم أكل منذ الصباح ليس هذا وقت الطعام هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية استعدوا للسفر سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي ها قد اعترفت معظم وليس كل يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم لنسافر غدا إن شئت بل نسافر الليلة سأصحب القائد عقابا والقائد بطارا وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا هؤلاء القوم لماذا يجلسونك المرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الضمأ ولا زرع أمامك كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء يمكنكم أن تحفروا هنا الماء يا سيدي لا أصدق عيني نعيش فوق الماء ولا ندرك كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر بل اشكر من وهبك الخير عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة لقد انتهت مهمتنا ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم فصلوا لله واشكروه إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة احسموا أمركم الحرب 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 انتظروا أيها القوم لماذا نحارب ذي القرنين؟ إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خاونة أتباع للغزاة نقتلهم يا سيدي ليس الآن بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخاونة هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن ما هذا؟ زلزال زلزال المصيبة الأكبر إنه جيش الأعداء أيها القوم ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم وإنما جئت لأنشر الخير والعدل ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي نحن نستسلم أيها القائد خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا وتركنا لنعيش ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا إنها النهاية سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا سيدي ماذا نفعل بشأن الأسرة؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة لقد كان القوم كلهم فاسدين فهل نعذبهم جميعا؟ لا الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي لم يكن بوسعهم غير السكوت لم يكونوا قادرين على المقاومة هل نعف عنهم إذن؟ ليس هذا فقط بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه وثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا أنهذ القرنين مهمته وقرر الرحيل فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة سيدي لقد استبد بنا التعب يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك مرهم بالتوقف سيد القائد إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليس في حاجة إلينا بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين توقف أيها الساحر إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته يجب أن ندافع عن ألهاتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد ندافع إن جيشه لم يهزم من قبل ستعيننا أرواح الآلهة لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احق دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم أشكرهم ولكني أريد أن أقول شيئا صمتا أيها الناس إن ولاءنا لله وحده والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير أبيض أو أسود أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله قوموا بترويض الخيول كما علمتكم عندي سؤال يا سيد القائد تفضل كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها وعلاج الناس وبناء البيوت وزراعة الأرض هذا من فضل الله وحده قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك أتجه إليهم بإذن الله الحرارة لا تحتمل غدا تعتاد الجو الحار هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة إنهم هناك ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل ولم يعلمهم أحد كيفية البناء وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة مروا الجنود بأن ينصبوا الخيام يسألون عن الخيام أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتا وأكواخا تحميهم من حرارة الشمس ونعلمهم أن يحفروا أنفاقا في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار أمرك يا سيدي ولكننا لا نعرف لغتهم سأحدثهم أنا أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار في الحال يا سيدي وأنت يا عقاب مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالاً وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السرديم احذر وأنت تتحدث أمامهم أه؟ لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات علمنا ذو القرنين لغتكم هذا يعلمك يا بطار أن تكون حريصاً في كلامك ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي جزاك الله خيراً عنا وعنهم هيا لنصعد وليبيت ليلتهم في البيوت الجديدة إننا لن ننساك يا ذا القرنين أشكرك لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك أنا أدعو لك من يدري أينا عند الله أكثر صلاحة ليست الهدايا في مقامك لكنها أفضل ما لدينا هذا الذهب لا يلزمني ربما يسعد النساء في قبيلتكم هل ترد هديتنا المتواطعة؟ أترك لكم الذهب وأخذوا الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري أنا لا أستقر في أرض كما ترى ولكن أحب أن أراك على خير هونجا وعليكم السلام أيها القائد النبيل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور توقفوا هنا الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا نعسكر إذن أيها القائد؟ بل نستمر في صعود الجبل كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس سنصعد الجبل هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي لم أقصد إننا دائما أتباعك المخلصون سبحان الخالق العظيم والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف أين هو؟ اقترب يا رجل اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا كان رأيك هو الأصوب كالعادة لا عليك هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم ولكن في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا دلني فقط على مكانهم لا تطاردهم سأحدثهم بلغتهم سياناو السلام عليكم يا أهل تلك الأرض جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث ما أعجب هؤلاء القوم إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح أية طيبة وأي صلاح؟ إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا لا 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 أظن ذلك وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش لن نخسر شيئا إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة ماك حق هي تجربة خطيرة لكن ليس أمامنا حل آخر لنسرع إلي قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم هيا بنا ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر لا أريد أن أفسد الشاهية أريد لحما آدمية لا تخاف لن أؤذيكما نشكرك أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد خلقنا الله من أب واحد هو سيدنا آدم عليه السلام من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليه السلام وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء لم نر في حياتنا إنسانا مثلك ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين صدقونا أيها الناس إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة؟ ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجر مقابل حماية أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟ لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا إنه يستحق اهربوا إنهم قوم مأجوج لا تخافوا أنتم الآن في حمايتي إنك لا تعرفهم يا سيدي إنهم أقوام شرسون لقد رأيت عملاقين منهم إنهم قوم يأجوج أما مأجوج فهم أكثر خطورة كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم أمر عجيب إن محاربة هؤلاء القوم تعني فيناء الجيش دون فائدة والعمل كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا سأفعل إن شاء الله أيها القائد الكريم لقد أحضرنا هذه الهدايا لك ونهدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا أرجوك أن تقبل خذوا أموالكم وهداياكم لست أتقاضى عن عمل أجرا إنما أعمل لوجه الله عز وجل لقد سمعنا من أخبارك الطيبة وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة هذا من فضل الله نرجوك أن تبني لنا سداً يمنع هنأ أزى يأجوج ومأجوج سأبني لكم السد ولكن عليكم أن تعينوني نحن خدمك ورهن إشارتك مرنا ولن تجد منا إلا السمع والطاعة توكلت على الله لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشاً نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والطرحال غداً يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة نعم نعم أفضل أن لا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله آتوني بالحديد ضعوه هناك لماذا لم تستعن بالجنود بدلاً من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء انصهر الحديد أيها القائد انفخ الآن حتى يصير نارا هل نهدر النحاس المزاب؟ نعم صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها حسناً هذا يكفي ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة ولتأتي المجموعة الثانية للعمل لم نشعر بتعب يا سيدي هذا أمر واجب التنفيذ فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة هيا أكمل عمل إخوانكم ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا يجب أن يصل إلى آخر الجبل لن يستطيع تسلق هذه المسافة إننا نبني سداً ليعيش إلى ما شاء الله بتار نعم يا سيد القائد هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه إنك لم تنل قصة من الراحة منذ أيام يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعاً ونحطمه آه آه إنه لا يتزحزح اقذفوا بكرات النار النار ترتد إلينا آه افعلوا أي شيء الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء انتهى البناء أيها القائد هذا رحمة من ربي مري الجنود بأن يستعدوا للرحيل إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي هذا قدر المجاهدين في سبيل الله هذا السد لا يمكن تحطيمه أظن أنه سيبقى إلى أبد الدار لا شيء يبقى إلا الله السد اليوم منيع ولكن له أجل سيبلغه ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا عندما كان سيدنا موسى عليه السلام في صحراء التيه مع بني إسرائيل يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأسباط حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة لا تخف أنا صديق قديم ألا تذكرني معذرة أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام فيما تفكر يا صديقي في الهموم طبعا لا أجد مالا أنفق منه كيف وعمك أغنى أغنياء هذا السبط إنه لا يعطيني من ماله ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا إنني يا ولدي لست غنيا وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة أطال الله بعمرك يا أبي كل ما أملكه هو هذه البقرة الجميلة إنني يا أبي في خير حال لبن البقرة يكفينا ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدة ويفيض منا ما نبيعه ونشتري به الخبز أو التمر ما الذي نريده فوق ذلك؟ أنت غلام طيب وصالح إنني يا بني أشعر بقرب النهاية وأوصيك خيرا بأمك ولا تبع البقرة إلا عندما تصبح راشدا اللهم إني استودعت هذه البقرة لبني فاحفظها له يا رب العالمين أعرف أن الفراق مؤلم ولكن الموت شيء جميل إننا نحس بنوع من الرضا حين نسبح هذا معنى أننا نحقق ذاتنا ما أجمل أن يكون معطاء هدفا وطبيعة وحيدة للمخلوق هل تريد شراء جبن أم لبن؟ بل أريد شراء البقرة معذرة إنها ليست للبيع انتظر انتظر سأعطيك فيها مئة قطعة من الذهب قلت إنها ليست للبيع أرجوك يا صديقي المخلص أرجوك إنني بحاجة لبعض المال وكيف لك أن ترده؟ عندما يموت عمي سأرث جزءا من ماله وسأدفع لك عمك في أتم الصحة وقد تموت أنت قبله معك حق ولكن ما العمل؟ تقتل عمك أقتل عمي؟ لا 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 سيعرف الناس أنني القاتل وسينتقمون مني بالتأكيد النفس بالنفس هذه شريعة موسى معنى ذلك أنني سأموت أيضا وأفقد كل شيء لا بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وستتزوج ابنته وفق كل ذلك تأخذ دية قتل من أناس آخرين وهل يمكن أن يحدث هذا؟ نعم يمكن جئت لأشتري البقرة سأدفع فيها مئتي قطعة ذهبية ولا ألف قطعة هذه البقرة غالية عندي لأنني ورثتها عن أبي ولن أبيعها إلا بوزنها ذهبا يا لها من مصحة وزن البقرة ذهبا لماذا؟ صدقني يا عمي لقد تركت رفاق السوء وأصبحت إنسانا مختلفا أقسم لك هذا كلام طيب وأدركت أنني يجب أن أعمل عظيم أريد أن أتاجر ولكن في صبط آخر ولماذا تسافر إلى قبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل؟ إن سمعتي ليست جيدة والتجارة سمعة يا عمي أليس كذلك؟ معك حق وما المطلوب مني؟ تذهب معي إلى الصبط الآخر وتقول لهم فقط إنك عمي وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم ما رأيك؟ لك هذا يا حجر إذا كنت صادقا في التوبة والاستقامة طلب أخير يا عمي ما هو؟ لا تخبر ابنتك بخروجك معي لماذا؟ أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي وأحسن الخير أن يكون في السر لك ما تريد رادية لدي عمل في الصباح البكر سأحرص الحقل كله لصاحبي أرجوك أرجوك أريد أن أنام اذهبي إذن أشكرك على كل حال أما أنا فسوف أسير قليلا وأستنشق الهواء يبدو أنني سرت كثيرا سأنام هنا لبعض الوقت لا أفهم يا ابن أخي لماذا إصرارك على السفر ليلا؟ حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي لقد استبد بي التعب وأريد أن أنام ستنام يا عمي ستنام إلى الأبد هذا صوت صراخ لآدمين أرى الحجر على الأرض هل هذا ما أراد قوله؟ ولكن من قاتله؟ ولماذا قتله؟ هل الدنيا بهذه القسوة؟ هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني أستطيع الكلام بلغة البشر وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ثم ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الأرض تلمع بالنور وهذا يعني يوما جديدا ولكنني لا أستطيع النوم كيف أنام بعدما رأيته؟ إنسان يقتل إنسانا آخر اشهدي أياتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي ولن أدعى المجرم يفلت بفعلته فورب موسى وهارون لأن تقمن من هذا الصد كله اهدأ اهدأ يا حجر كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصباط ويرفض طعميق الخلافات بينهم وما النتيجة؟ قتلوه فهل نسكت؟ أنا أشد منك حزنا على فراق أبي والنار التي في صدري لو رأت القاتل لا أحرقت هوني على نفسك يا ابنة العم كل ما أرجوه أن ننتظر سيأتي منهم خمسون رجلا يحققون في مقتل أبي ثم يقدموا لنا القاتل حقنا للدماء معك حق وإذا لم يعرفوا القاتل قبلنا بالدية حقنا للدماء طبعا من له مصلحة في قتله؟ قد يكون القاتل لصا أو قاطع طريق السؤال المهم هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟ بالتأكيد قد تنقطع حركة التجارة تماما وتشتعل الفتنة بين القبيلتين وما العمل يا كبير الصبت؟ نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية ماذا قال سيدنا موسى للناس؟ ومنذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟ أرجوك أخبريني ماذا حدث؟ قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة؟ الكلام عني ألا توجد بقرة غيرك؟ هناك آلاف الأبقار في الدنيا قد تكونين أنت أو أنا أو أي بقرة أخرى قالوا للنبي أتتخذنا هزوة؟ يا لها من جرأة كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ها ثم ماذا؟ هذا كل ما حدث عاد الناس إلى ديارهم كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر صخرية منهم ثم يعودون إلى ديارهم وكأن شيئا لم يحدث وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ماذا سنفعل؟ إن الرجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها لقد قال بقرة أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟ هذا لكسب الوقت ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح البقرة حجر أنت هنا؟ أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي وحمايتك واجبي بل ومسؤوليتي تحميني من ماذا؟ من قتلة عمي من يدرينا لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا؟ في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي هذا أقل واجب ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا ما هي؟ إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل والأفضل أن نتزوج نتزوج؟ في هذه الظروف؟ نتشارك معا في الحزن والفرح لن تجدي من يواسيك ويرعى أموالك مثلي هيا أخبريني بالأخبار ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعوا ربا ليعرف ما هي البقرة ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لهم على لسان ربه إنها بقرة لا فارد ولا بكر هل قاموا بزبح البقرة؟ أم أنهم في الطريق إلى الزبح؟ لا لا هذا ولا ذك لا أصدق ما أسمع لماذا لم ينفزوا أمر ربهم؟ لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى افعلوا ما تؤمرون كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟ سنسأل عن لون البقرة وما أهمية اللون؟ كيف؟ الألوان مهمة للغاية فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون أرأيت؟ أرأيت أهمية الألوان؟ لست أفهم ولكنني أريد إنهاء الموضوع فلنسأل عن اللون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هيا هيا استحبيني إلى حقل الفول الجديد غريبة لأول مرة تتحدثين عن الطعام أشهر أن موعد زبحي قد اقترب وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الزهب لن أذهب معكم هذه المرة ماذا سنقول لسيدنا موسى سنقول له ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قلناها من قبل ابحثوا عن جديد سنقولها ونضيف عليها إن البقرة تشابه علينا اتقوا شر الحليم إذا غضب سنقول لسيدنا موسى إنا إن شاء الله لمهتدون انطبقت عليك جميع الأوصاف فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك لماذا أوقفت الوزن؟ انتظروا حتى تشرب البقرة موسى ما كنت أحب أن أبيعك ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا يجب أن تفرح لي سأكون آية من آيات الله وإن كنت لا أدري كيف ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت انتظر يا زوجي انتظر هذه أوامر الله لسيدنا موسى لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة فماذا سيحدث الآن؟ انتظر لترى وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة وقال موسى لقومه اضربوا الميت ببعض البقرة أي بجزء منها يضرب الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم قتلني ابن أخي هذا هو قاتلي فخذوا بثأري منه أنت قاتل أبي خد عني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني فيا ويلي يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من ثروة ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفروا على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا الأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة ولكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة ذهبا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون